ضيوفي وعندي كلام طبعا بالتزامن مع التصويت على الموازنة اللي نقفقاتها كلش عالية أحب نبه الحكومة باللسان محب يعتب عليكم مع هذه الموازنة الهائلة والله العظيم أكو طفل قبل أيام مات من الجوع والبرد مكان عام وكلتنا شاهدنا وأكو زوجة الشهيد ما عدها شيء توكل أطفالها وأكو محاضرة أو محاضر مجاني طالع بالإعلام يبكي وما عنده شيء ينفق بيه على بنته وأكو الشباب تتجاوز عمرهم 30 سنة وحلمه فقط يزوج وتكون عنده عائلة وأكو مرأة مسنة وعجوز والله العظيم والله لبيعك لينس بالساحات بهذا الشتى البارد وأكو أب يبكي لأن ابنه عليل وجاي يموت وكل شيء ما يقدر يسوي وأكو طالب عاف تعليمه حتى يعيش عائلته وأكو آلاف المعاقين واقفين بباب المؤسسات الحكومية بلكي حصلون على معاش بسيط جاي تتخيلون حجم المؤسسات بهذا البلد لو ما تشوفون بعينكم وإحنا ميزانيتنا انفجارية وكافية لبناء البلد والله العظيم من ذهب لا تزعلون لا تزعلون لا تزعلون من عندنا عندنا أزمة إدارة مو أزمة مالية أي أزمة إدارة مو أزمة مالية تصبحون على وطن عامن في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر